خلينا نروح للكرة الطائرة سيدات نفس الكلام ابتدت المباريات كان أقول مباري لنا مع الظهور كانت في صلتنا صلت الشهداء إذا ما حدوكم شايفين الرجال بلعبوا على الصلت كبيرة أو الصلت فيها مدرجات السيدات بلعبوا في الصلت الشهداء الصلت تانية عشان تضرب المواعيد فوزنا في الثلاث أشوات 25-9, 25-15, 25-14 كابتل الحمد الصافي بعد ما تطمن على كل اللاعبات أو بتطمن على النتيجة بدأ يشارك كل اللاعبات عايزي شارك الكل عشان حقيقة لو في السنة دي بطولة عربية أو بطولة أفريقية نبقى جاهزين بسكواد محترم فرقة تونس والجزائر والمغرب بيجوا بفرقة كويسة جدا كاميرا الأبطال كانت موجودة هناك في الماطس وسجلنا التقريب ده مع اللاعبات والجازل فانا نتفرج عليه مع حضراتكم ونرجع دي طبعاً بعيدنا جداً عن المباراة حوالي 15 شهر بعيد عن ماتشاط لأن الدوري تأخر بدايته بس الحمد لله بتدينا هو إن شاء الله بإذن الله يبقى بداية موفقة أول مباراة في السيزون يعني اللاعبات كلها طبعاً لسه ما وصلتش للتوب فورم بتاعها بس مبدئياً كده احنا متطمنين لأن احنا تمررنا بطريقة كويسة جداً الفترة اللي فات عملنا فترة اعداد كويسة ناقصنا بس فورموت الماتشاط إن شاء الله هتيجي مع الماتشاط اللي جاية ونبقى مستعدين إن شاء الله للتحديات الكبيرة اللي هتواجهنا الفترة اللي جاية الدوري طبعاً السنة دي بشكل مختلف عندنا الدور التمهيدي رايح جاي دور أول وتاني وبعد كده عندنا لوك أوت بيستوف فور هيبقى كل فرقة هتلاعب الفرقة التانية ثلاث لقاءات واللي هيكسب ماتشين هيوصل للدور اللي قابله طبعاً منتظر هيبقى لنهاء ونهاء قوي وإن شاء الله بإذن الله يبقى بداية موفقة لموسم جيد بإذن الله نقدر نفرح في جمهورنا ومجلس الإدارة بتاعنا ونحقق كل اللي بيتمنوا لنا بإذن الله إحنا بقلنا كثير قوي كنا بنستعد للماتشاط تأخير في تأخير في تأخير في الموضوع كان بالنسبة لنا صعب شوية كانت حاولنا نعمل شوية ماتشاط ودية وكده قبل المالسيزين يبتدي والنهارده الحمد لله يعني بدأنا بداية يعني إحنا بناخدها بقى تدريجياً يعني إن شاء الله عشان على الماتشاط القوية نكون وصلنا لفرميتنا إن شاء الله كلنا طبعاً إحنا بقلنا كثير قوي ما شاركناش في موتش رسمي يعني إحنا مريحين من شهار ستة اللي فات طبعاً مدة كبيرة قوي فطبعاً كان صعبت إن إحنا نرجع تاني في المود وكده بس الحمد لله يعني قدرنا إن إحنا نكسب الموتش واتعدى يعني طبعاً إحنا كان بقلنا كثير قوي نفسنا الماتشاط تبتدي عشي إحنا كنا بقلنا كثير بدئين الاستعدادات بتاعت بس ما كانش في حاجة بدأت لسه فإحنا الحمد لله الجدول لسه نزل من كام يوم ونرده كان أول ماتش طبعاً الزهور يعني عملوا معنا ماتش كويس ونسبة أول ماتش يعني والحمد للإحنا كسبنا يعني إحنا كنا متلغبطين جداً عشان مش عارفين نحط الأحمال يعني ولا عارفين نتمرن كل شوية نطلع بالأحمال بتاعتنا وبعدين ننزل فالموضوع كان صعب قوي في الأول بس الحمد لله يعني إحنا قدرنا نمسك نفسنا الفترة دي بالتغييرات دي وهو حدينا نبدأ يعني زي ما حضرتكم تبعته في التقرير الشكوى واحدة يمكن كابتر حمد الصافي واللعبات اشتاكوا أن تأخير الماتشاط في حلم الزهق انت بدأ ماتشاطك أول مباراة النهاردة في نص ديسمبر تقريباً يعني كان فيه زهق طيب برضو شفنا إشادة من كابتر حمد الصافي بنفس على نفس نظام الدوري انه قالك هيبقى عندي قبل نهائي ونهائي بيستو في سريق هيبقى لازم تكسب مبارايتين بالتلاتة لو تفتكروا في مباراة السنة فاتكنا بنكسبها تلاتة واحد تلاتة اتنين ممكن لقدر الله تخسر المباراة عندك المباراة اللي بعدها تعود بيستو في سري ده بيدي انطباع أو بيدي نتيجة للأفضل اللي عنده استعداد يكمل ماتش وثنين 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 مع نفس المنافس هو ده اللي بيدي مؤشر إذا كنت فرقة كويسة ولا عندك سكواد كويس ولا فيه إشادة بنظام الدوري وأيضا كان فيه شكوى من طول فترة انتظار المباراة الرسمية اشتركوا في القناة